موسيقى أهلا بكم مشاهدينا وفقرة جديدة من برنامجكم صحتك بالدنيا من الأمراض اللي ممكن تصيب الإنسان الأمراض المناعية واللي منها أنواع كتير النهاردة هنتكلم عن مرض الذئبة الحامرة واللي ممكن يصيب بعض الناس هنعرف ايه أهم النصائح اللي ممكن قدمها لكم في فصل الصيف وأهم طرق الوقاية والعلاج مع ضيفي الكريم اللي منوارنا النهاردة هاتفيا من دكتور حسام الديب لاستشاري الروماتيزم والأمراض المناعية مرحب بيك يا دكتور أنا أسعد يا دكتور هليني يا دكتور في البداية نعرف ايه هي الزئبة الحامرة بمفهومها العلمي وأعرضها مرض الزئبة الحامرة هو مرض مناعي والأمراض المناعية دي مقصوب بيها أمراض المناعة الذاتية بيكون الجسم نفسه فيه خلل في المناعة بحيث أنه بدل ما بيقاوم الميكروبات اللي جاياله من بره لا مناعة الجسم نفسه بتبدأ تهاجم الجسم يبدأ الجسم يكون أجسام مضادة تهاجم أعضاء الجسم الداخلي ده الأمراض المناعة الذاتية بصفة عامة بحالة الزئبة بتتكون أجسام مضادة بتهاجم أعضاء محددة يعني ممكن تيجي أجسام مضادة تهاجم الجلد بتعمل أحمرار في الوش وده اللي سمه بسببها الزئبة الحمرار يعني بيحصل أحمرار في الوش ممكن يحصل هجوم من الأجسام المضادة على الكلة يحصل تأثير على الكلة ممكن يحصل هجوم من الأجسام المضادة على القلب ممكن يحصل هجوم من الأجسام المضادة على المفاصل كلما الأجسام المضادة تهاجم حاجة تسبب خلل للعضو ده في الجسم طيب بما أننا يا دكتور في فصل الصيف هل مرض الزئبة الحمراء ممكن يقدر الناس اللي عندها المرض ده أو المشكلة دي تتعرض للشمس ولا ممنوعة؟ مرض الزئبة الحمراء من الأمراض اللي تتمشط بالتعرض لجوء الشمس وبالتالي ممنوع تماما على مريض الزئبة الحمراء أنها تتعرض للشمس وفي حالة التعرض طبعا صعب جدا أن نحن النسوة ما تتعرضش خالص لكن في حالة التعرض بندهن واقي من الشمس اللي هو الصنبلوك بحيث أن هي تخفف من حدة تأثير الشمس على المريضة الأيام دي النهاردة مثلا كذا حالة تيجي تقول أنا راحت صيفت ورجعت تتعبانا راحت صيفت ورجعت تتعبانا النصيحة للمريضة بتاعت الزئبة في حالة طبعا ناس بتصيف وتراحق في الشمس وكده أولا أننا نقعد في الضل قدر المستطاع ثانيا أننا ندهن الصنبلوك نقلل تعرضنا للشمس على قد ما نقلل كل ما نقلل كل ما يكون أحسن طيب خلينا يا دكتور بردو نتكلم عن أعراض الزئبة الحمراء وإيه اللي بيبان أول حاجة علشان بردو نستخد باله أعراض الزئبة الحمراء مختلفة حسب الأجسام المضادة بتهاجن إيه في الجسم يعني ممكن لو قابلت عشرة مرضى من الزئبة يلاقي كل واحدة عندها أعراض مختلفة تماما عشان كده عادة مريض الزئبة ما بتجلناش مباشرة يعني ما فيش واحدة بتشك إن عندها الزئبة تجلنا لا ده ممكن مريض الزئبة تجلنا من عند دكتور النساء ممكن تجلنا من عند دكتورة بطنة ممكن تجلنا من عند دكتور أمراض الدم لو في واحدة كان الزئبة سببت لها إجهاض متكرر صعد يحصل إجهاض كل ما يحصل حمل يحصل إجهاض يعمل التحاليل يكتشف إن في زئبة يقول لنا طب تعالي بقى الدكتور الروماتيزم والمناعة يشوف علاج الزئبة واحدة تانية بيحصل لها نزيف مهدلي أو حد بيحصل له نزيف من الأنف يعمل التحاليل يلاقي عنده صفائح الدموية قليلة جدا تطلع دي الزئبة حد تاني جاي بحمرار في وشه حسب department الشمس وكل ما يتعرج الشمس وشه يتعب وعنده صعلابة في جهاز شعره ن نبص نكتشف إن عنده فزئبة عد تاني عنده النمية جديدة نش معرف لها سبب نكتشف إن عنده فزئبة عد يكون عنده حرارة مش نلقي إن لها سبب نعمل التحاليل نلاقي إن عنده فزئبة فبالتالي فزئبة في حد تاني بيجي بالكلة نلقي زلال في البولوم ومشاكل للبل وأ intimidاندي نحلل نكتشف إن عنده فزئبة فبالتالي الأعراض مختلفة عادة أي حد بيشك في أعراض من كل اللي أنا قلته ده بيروح للطبيب المتخصص في الحتة دي في الحرارة في الكلة في الإجهاض المتكادر تتعامل فحصات نتشف الزئبة تتعالي بشكرك جدا يا دكتور منورتنا وأسعدتنا بمدخلتك لنا ويمكن ناخد بالنا أكتر من الأعراض اللي الدكتور قال عليها ولو حد عنده أي عراض من الأعراض دي يتجه دائما للطبيب المختص كان معينا دكتور حسام الدي باستشاري الروماتيزم والأمراض المناعية قدمنا لحضرتك أهم النصائح لمرضى الزئبة الحمراء في فصل الصيف لمزيد من المعلومات والاستفسارات زرونا في صفحتنا على الفيسبوك صحتك بالدنيا هليكم دايما معينا وصحتك بالدنيا على سي بي سي اهلا بكم شاهدين في فقرة جديدة من صحتك بالدنيا من أشهر أمراض العضام الشائعة اللي بتصيب مفاصل الرجبة وبتأثر بشكل كبير جدا على نشاط الحياة اليومية للمريض هي بالتأكيد خشونة الرجبة يمكن زمان كنا بنشوفها أكتر بين كبار السن لكن دلوقتي بقت منتشرة جدا بشكل كبير بين الشباب في سن صغير يمكن علشان كده النهاردة هنتكلم أكتر عن مرض خشونة الرجبة وكيفية علاجه مع ضفنا اللي دايما مشرفنا في ستوديو سي بي سيد دكتور محمد يحيى أستاذ ورئيس قسم جراحة العضام بكلية الطب بجامعة الأزهر أهلا بحضرتك يا دكتور أهلا بحضرتك وأهلا باستاذ مشاهدي نرحب بحضرتك مرة تانية ودايما بتكلمنا عن إزاي نحافظ على صحتنا ما فيش حد في الحياة ما عندوش يعني واجع ألم الظهر دي دي حاجة أساف كل يعني في حياتنا اليومية فخلينا يا دكتور نتكلم عن خشونة الرجبة خصوصا إن مفصل الرجبة ده بيتأثر بكتير جدا من وزن الجسم كله بتركز على الرجب فخلينا نعرف خشونة الرجبة دي يعني من أكتر أسبابها هي استمنى وفيه أكيد أسباب تانية ممكن توضح برضو أكتر إيه خشونة الرجبة وإيه كمان أسباب خشونة الرجبة حلو المؤدمة ديات ودي هتخليني أشرح أكتر إيه هو المفصل الرجبة مفصل الرجبة ده ربنا خلقه مفصل محوالي كل وزن الجسم بينزل عليه عايزين نقول إن كل كيلو في جسم الإنسان بيحمل ستة كيلو على مفصل الرجبة نعم فبالتالي كل ما نزل كيلو كل ما منقلل حمل ستة كيلو طيب شكل المفصل اللي عامل إزاي ده عبارة عن زي كورتين على طبقة وعوامل السابات ليهم في غضروف هلالي في النص لكل عظمية هي تبقى عظمة الصاق بتتقابل مع عظمة الفخت في النص بيقى فيه غضروف هلالي داخلي وخارجي وفيه أربطة ماسكة المفصل عشان يبقى ثابت الكشونة بتبدأ ممكن من الصغر إنه حد يكون بدأ يحصل عنده تقوصات فالتقوصات اللي حصلت بتقدي إنه وزن الجسم ينزل في أماكن غير المفروض تنزل في نص المفصل بالزبط فإنه تنزل في نص المفصل الرجبة لا تنزل داخلي أو خارجي بتقدي إلى تحميل هنا أو هنا فبالتالي بتبدأ تقدي إلى وزن زايد مع اللي أنا قلت عليه إنه كل كيلو يزيد 6 كيلو فوزن حد عنده سمنة أو وزن زايد بيقدي إلى مشكلة عدم ممارسة الرياضة بتقدي إلى ضعف في العضلات النقص فيتامين دي وكالسين بيقدي إلى إن العظم بيكون برضو الأستيوفيني هاشوية الإصابات الجمدة يعني هاد بيلعب الياضة بشكل مستمر بشكل خاطئ ممكن تؤدي إلى برضو الخشونة بعض الأمراض بتؤدي إلى خشونة ثانوية زي مثلا بعض الأمراض زي الروماتويد زي النقرس زي دي بتؤدي إلى مثلا ترسيب لبلورات في المفصل فتؤدي إلى فيه مشاكل وألام في المفصل فكلمة خشونة في المفصل ألام المفصل الرجبة دي له أسباب كثيرة جدا مش كلها خشونة أولي يعني أنا بشوف إن خشونة الرجبة ما بقاش لها عمر يعني أنا بشوف صغيرين وكبار ما بقى عندهم خشونة بقول ليه يعني مش للدرجات دي يعني إحنا لسه صغيرين فقل لنا يا دكتور طب إحنا نشخص إزاي نعرف إزاي إن عندنا خشونة بنحس بقى هل رجبتي أكيد بتبقى نفس الألم ولا زي أمراض تانية بتسمع في أماكن تانية في ماطق في جسمنا مش كل ألم في الرجبة خشونة عشان بس أبشر الناس عشان الناس بتفتكر إن كل واحد جاله ألم في الرجبة ده خشونة مش كل ألم في الرجبة خشونة وغالباً تبقى عراضها إيه يعني عشان نعرف الخشونة أعراضها رجبة بتبقى ورمة رجبة فيها ألم طبعاً بتورم بتبقى سولن يعني فيها تورم ممكن فيه تقوص موجود وإحنا بنحرك نسمع سطر آع يعني تخشينة كده سطر خشونة تظهر تزيد أكتر مع طلوع السلم ونزول السلم في ناس كتير تشتكي منه أكتر في ناس وينايمة لما الموضوع يزداد يبدأ ألم حتى أثناء النوم فدي كلها الألم متزايدة يعني من أعراض خشونة ترجو أن الألم بيبقى بسيط ويقعد يزيد 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 لأن الخشونة ده مرض بيقعد يتقدم يبقى بسيط متوسط يتقدم يعني بقى لو سبنا بيعمل مضاعفات أنا عايز أعرف لو ما تعليكش آه طبعاً لو ما تعليكش ممكن يوصل لدرجة متقدمة وبقى دين هو الطب الحمد لله إحنا تقدم جداً أن حتى لحد عنده خشونة متقدمة له علاج ما فيش حاجة ملاشة لك فبس العلاج بيكون بقى يتغيير مفصل وده بقت عملية سهلة وبسيطة وحتى كمان المفصل بقيت فيه من أنها نوع هايبر موبايل ممكن الناس تصلي بها عادي وتسجد عادي وتقعد عادي يعني خشونة المفصل مش هي دي الإعاقة بس دي في مراحل بقى معينة متقدمة لكن إحنا بنحاول دايماً نحافظ على المفصل نحافظ عليه بعوامل زي ما قلنا كده نقل الإصابات ندي وقاية من يعني وزن زايد يبقى ندي نصيحة لازم الوزن ينزل لازم نقوّل العضلات لأن أي ألم بيجي في المفصل يؤدي أن العضلات بتطعف جامد وتزود المشكلة فلازم نقوي عضلات إيه بقى عضلات الربعية الأمامية غالباً دي أكتر حاجة لها تمارين بذات يعني إحنا بنقول دايماً الألم بيجي مع الطرق ونزول نسيجة احتكاك عظمة الصبونة في المفصل فبتعمل ألم أكتر لكن إحنا بنحاول نعمل تقوية العضلات بسباية يعني بنسميها التمارين اللي هي بتبقى سبتة مش الديناميك الديناميك لو الموضوع لسه في أوله ومش متعالج هيؤدي الإعلامي يعني ضيانوك دي مرحلة في العلاج عشان كده كتير نقول للناس يعملوا علاج طبيعي عشان يعمل التمارين ويعمل الجلسات مع إشراف فيزيو سترافي علاج طبيعي إنه لما يعملها الواحدة ممكن يؤدي إلى مشاكل إحنا بنعلمهم التمارين بس ممكن ما يستجيبوش لها فعشان كده سعب بننصح بعلاج الطبيعي وبكده ننصح بعدها بجيم جيم مهم عدم المشي بيؤدي لزيادة في خشونة عكس للناس بكراها ربنا خلق المفصل بياخد التغذية بتاعته من خلال السائل اللي في المفصل حتى لو عندي خشونة المشي مهم جدا المشي في منتهى الأهمية بس نمشي بقى في جزمة طرية فيها متصل الصدمات ما نطلعش وننزل كتير يعني لها شروط بس المشي في منتهى الأهمية في العلاج حتى كل الأدوية اللي بناخدها عشان تخش وتدي تغذية للغضريف مش بتعالج بس هي ممكن يعني تعزز المادة نفسها صح مظبوط بتعزز المادة نفسها عشان نعالج بقى دوقتي بقى فيه طرق حديثة جديدة بنعالج بينا مثلا شوية دخلت موضوع البلازمة الغنية صفائحة الدموية بينا نحقنها ودي كانت تحت التجارب دوقتي فيه أبحاث وممكن أنا مشف على بعض الأبحاث بنعمل بناخد من البطن دهون وبنحضرها بطريقة معانا وبتتحقن النتائج الأولية مبشرة جدا بتقدي إلى التقام فعملت نتيجة يعني آه الحمد لله نتيجة المبدئية طالع بس طبعا ما ندرش نتكلم فيها نهائيا إلى مع انتهاء البحث اللي بنعمله دي لسه طريقة حديثة في العالم مع التجارب طبعا آآ آآ ما هي اي 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 احنا طالما مشكلة عويصة لازم لها من أبحاث علمية فالأبحاث العلمية عالمية فإحنا هنا بدأنا بدأنا أبحاثنا في هذا المجال في الجامعة وإن شاء الله ننشر البحث ده قريب وإن شاء الله النتائج والأولية مبشرة جدا وتقول لنا طبعا انت إن شاء الله على كل الأخبار جديدة طب فيه بقى الحاجات التمرين المعينة للعلاج نفسه حضرتك قلت ليه يعني التمرين اللي استاتيك أو التمرين اللي هي بتبقى ثابتة يعني من غير ويت من غير أي وزن أو أي حالة لا استاتيك ممكن بوزن لأ عايزي نقول عضلات ممكن بوزن بص دايما نعملها 70% من أقصى حملة عشان لو اشتغلنا على الأقل من كده ما نستفدش لو اشتغلنا على 80-90% ممكن يحصل إصابة للعضلات يعني لازم وزن أو من 70-80% نشتغل يعني مثلا واحد يعرف يشيل 10 كيلو هيشتغل على 7-8 كيلو هي أعداد من المرات عشان كده بنقول دايما تحت إشراف حد فاهم ليه لأنه ممكن ما يستفدش لأنه لو هو ممكن كمان بزيه بقى في التمرين لما ندخل ممكن يروح جمي بيشتغل مع بن سميئة خصائي تأهيل فبالتالي التقوية العضلات دي حاجة مهمة الماشي في منتهى الأهمية التغذية السليمة وبعض المكملات الغذائية المهمة جدا لازم نبص على مستوى فيتامين دي والكالسيوم في الدم لأنه دو مؤاشر من المؤشرات اللي ممكن نقول أنه فيها العضم ضعيف ممارسة الرياضة وخاصة السباحة مهمة جدا نسميه حتى ده علاج مائي يعني فيه حاجة اسمه علاج مائي فالسباحة بتبقى ممتازة في تقوية العضلات وتنزيل الوزن أهم شيء بقى هو الوزن اللي أخبر بالنا من الوزن ولو حد عنده بقى تقوصات سبب الكوارث أه سمنا ولو حد عنده تقوصات لازم علاجها وكل ما تتعالج في السن الأصغر يعني عشان كده ده حاجة ألتي سؤال الأطفال عرضة أه فيه أطفال عرضة نتيجة تقوصات فلازم تتعالج مباك تتعالج كل ما بنعالجها دي بتتعالج جراحية المباك بدلا ما تتعالج في السن الأكبر برضو هتتحالج جراحين بس هتكون قدت إلى مشاكل وكمبليكيش يعني مشاكل ما حنا باعث في الأول يعني لازم أي مرض ناخد كده من أول الأعراض عشان نبتدي نعالجه ما وصلش للمضاعفات عشان كده حضرتك معنا دايما وبشكرك جدا لوجودك معنا يا دكتور بشكر طبعا الدكتور اللي دايما مشرفنا دكتور محمد يحية أستاذ ورئيس قسم جراحة العدام بكلية طب جامعة الأزهر وطبعا اللي حابب يسأل عن معلومات أو استفسارات زرونا على صفحتنا على الفيسبوك صحتك بالدنيا خليكوا دايما معنا واشوفكم يا رب بأحسن صحة وأحسن حال خليكوا دايما معنا الوقاة من أمراض القلب سهلة جدا بإيدك أنت لو اهتميت ببعض النصايح البسيطة السهلة وهي كلها في نمط الحياة بتاعك لازم تعيش حياة هادية سيدتي الفاضلة لازم تبعيدي عن التوترات يعني نصيحة للجنسين لا تدخن ولا تجالس مدخنا في ناس كتير بتفتكر أنها لما تمسكش السجارة بيديها أنها كده بعيدة عن خطر التدخين للأسف التدخين بيدي الآخر اللي كانوا يسموه التدخين السلبي يؤذي مثل التدخين الإيجابي لازم نتعود نمشي كل يوم شوية بس مش فائل بالميكروبصات والزحمة والدوشة والتلوث لازم يكون مكان هادي يريد يكون مكان أخضر يريد يكون مكان فيه تهوية كويسة وعلى قال لخمسة واربعين دقيقة يومياً خمس مرات في الأسبوع دي وقاية كلها من أمراض القلب لازم التشييك المستمر ما تستناش لما الضغط ينادي عليك ما تستناش لما السكر يفتش عنك ما تستناش لما الكوليسترول يفتش عنك فتش عن الضغط قبل أن يفتش عنك الضغط وأيضاً السكر والكوليسترول لأن التلاتة دولة نيضاً نسميهم يعني مسلس الرعب أو المسلس الصامت للقتل فلازم التحليل بصفة دورية لازم الوقاية من أمراض القلب بالكشف عن عناصر الخطورة الحالة النفسية مهمة جداً لاستخرار القلب زي ما قلنا القلب السليم معنوياً الخالي من التنشنة ومن النفسنة ومن الطاقة السلبية ومن كل الأمراض المعنوية ممكن يبقى قلب أيضاً سليم وضوياً لا يصاب بأزمات القلب بتلاقي فيه شابتر كبير جداً في كتب القلب بيربط بين الحالة النفسية والتوترات وأمراض القلب مع تمنياتي لكل المشاهدين بقلوب سليمة وحياة صحية سعيدة إن شاء الله أهلاً بكم مشاهدينا وفقرة جديدة من صحتك بالدنيا الناس نوعين ناس بتاكل كل ملاذة وطاب وتلاقي وزنها ثابت زي ما هو مزادش الجرام واحد على الميزان ناس تانية كميات أكلها قليلة جداً تكاد تكون حسبها بالملي وتتفاجئ برضو بإن وزنها بيزيد بشكل كبير جداً إيه التفسير ده؟ ليه فيه ناس معدل الحرق في جسمها عالي جداً وناس تانية معدل الحرق عندها ضعيف إزاي يعرف أصلاً إن معدل الحرق في جسمي ضعيف؟ ده اللي هنعرفه هننقشه النهاردة في فقرتنا مع دفتي اللي من ورانا دكتور ريهام الحياوي باستشاري التغذية العلاجية براحب بيكي دكتور اهلا بيك يا ماي من ورانا عارف دكتور الناس دولة اللي احنا بنقعد نحسدهم ونقول لهم انتوا بتاكلوا أكتر مننا بكتير وما بتتخنوش الناس دي محظوظة طيب ايه سبب الحظ الجميل ده؟ طبعاً احنا ما بنقرش ولا حاجة يا جماعة بس احنا بنقق بس احنا بنقق بس فعايزين نعرف يعني ليه الناس دي معدل الحرق عندها عالي وفيه ناس تانية معدل الحرق عندها ضعيف للأس طيب بس يا ماي احنا عندنا أسباب كتير جداً يعني حاجات طبيعة جسمانية حاجات ليها علاقة بالسن حاجات ليها علاقة بناكل ايه واسلوب حياتنا ايه فاحنا بنقدرش نقول احنا كل انسان فينا جسمنا بصمتنا ظروفنا البيئية طبيعتنا الفيسيولوجية عوامل وراسية يا ماي برضو داخل فيها جزء كبير جداً فاحنا العنص الوراسي ده ليه جزء كبير الاشخاص اللي برضو اكيد انت سماعي عندك كتير يو يو دايت ناس كتير عايشة طول حياتها انا بعمل دايت طول الوقت انت بتعمل انا انت مزبطة اكلك انا مزبطة اكلي بس هتلاقيها يوم دايت يوم مش دايت يوم زبطة يومي اكلي بالليل بتعشة بيتزا فجأة فلغباطة الاسلوب ده ده مشكلة كبيرة جداً طب ايه تانية ميم حاجات المهمة جداً النوم الناس اللي نومها ممكن تكون بقى اسلوب حياتها كله معقول جداً بس نومها ملغبط النوم الملغبط ده بيبوز هرمونات الجسم المرتبطة بمعدل الحرب طيب ايه تانية الحاجة اللي هي شائعة كتير جداً اكيد كلنا بنسمعها الفترة اللي فاتت مقاومة الانسلين ناس كتير بتسمعي كلمة انا دكتور قالي انت عندك مقاومة انسلين عشان كده حرقي كان كويس ومؤخراً باص فدي كلها اسباب تؤدي الى لغبطة معدل الحرب طيب تعالي نقول مثلاً ان انا شك ان معدل الحرق عندي ضعيف اعرف ازاي ان معدل الحرق ضعيف غير بقى قصة ان انا وزني بيزيد ايه اي مؤشرات تانية بصي هقولك حاجة يعني لو هنأخذها من حدة مقاومة الانسلين اللي هي بقت حاجة منتشرة جداً مؤخراً بطريقة كبيرة نقدر نعمل spot diagnose زي ما بيقولك انا كطبيبة وحد داخل علي او انت شخص عايزة تعرفي عندك مقاومة انسلين اللي هي بقت من اهم الاسباب لمقاومة الخصية السمنة الموضعية اللي موجودة في منطقة الخصر او البطن السفلية اللي بنسميها البطن السفلية الناس اللي بتعاني حتى لو جسمها يمي مش تخين قوي عندها سمنة في البطن السفلية تعرفي ان هم عندهم مقاومة انسلين وبالتالي مؤثرها بصورة كبيرة جداً على معدل الحرق بتاعهم طيب وردنا انه الموضوع ده فعلاً طلع صح وانه مقاومة الانسلين موجودة ومعدل الحرق ضعيف وكله تمام ازاي بقى انعلي معدل الحرق حلوة قوي بصي احنا الخطوات الايجابية اللي لازم نعملها يا مي تبقى منظومة كاملة متكملة لان كل حد بيسمع كلمة لدكتور في التليفجين لوحدة صاحبتك لمعلومة عن نات اللي شاف طالع بيقول معلومات صحية وهو بيعمل اي وصفة للأسف مصادر معلوماتنا كترة قوي طيب خلينا نمشي في منظومة كاملة متكملة تؤدي ان انا اوصل للنتيجة لانا عايزها بقى المجهود وبطريقة علمية طيب انا النهاردة عايز اتكلم ان احنا مشكلة معظم الناس دلوقتي يا مي الشهية المفتوحة الترباط النفسية والتوتر اللي قدت لكلمة دايما بتسمعيها يا دكتور انا ما بقيتش بقدر اسيطر على اكلي واقلله ده المتعة في حياتي انا برجع بيتنا ولا قاعد في الشهور وسط السترس الاكل هو المتعة طيب عايز اتقللي الشهية يا مي بتاعتك بطريقة طبية وعلمية وفي نفس الوقت ما تدخليش تدخل جراحي ولا تصري في فلوس كتير نعمل ايه ناخد حاجة انا بقدمها النهاردة وهي بيستا بيستا هو منتج عالي الالياف قوة سلاسية من الشفان ردة القمح قشور السليم هتعمل بدورها ايه بلونة مليئة جوه معدتك طيب انا دلوقتي مش محرومة من حاجة انا قدامي الاكل كله المتعودة اكله في يومي في مكتبي مع زميلي في بيتي لما بروح مع ولادي ومراتي قدامنا الاكل موجود انا دلوقتي عملت اول شق بيقابل اي حد في فكرة الخصية وهو ان انا قللت استعاب معدتي للنص والبعض الناس بالتدريج بيتقل للربع يبقى انا قللت الداخل طب نتكلم في الخارج الخارج اللي هو مين بيعمل نشاط رياضي دلوقتي فيه اقاليلة جدا الناس تروح تدفع فلوس الجيم والاشتراك وتقولك انا مفوضة خص بمجرد انها دفعت الفلوس طيب الخطوة الاصعب ان انت تلتزم وتروحي بعد يوم طويل من الشغل بعد يوم طويل مع ولادك ان انت تروحي الجيم طب انا هنا فيه قوة تانية غير القوة السلسية بتاعت الالياف وهي الكروميوم بتركيز عالي جدا 500 ميلي جرام فيتامين سي بتركيز 30 ميلي جرام والالكارنتين طب دول يا مي بدورهم ايه هيدوكي التأثير والإفاكت مماثل جدا جدا للرياضة وبرضو هيحل مشكلة الناس كتيرة جدا وهي البطن السفلية اللي هي ايقوى لمقاومة انسولين وهي ايه بقى ان انا ابتدي اقلل امتصاص النشويات بالكروميوم اللي موجودة في الوجب انتي الوقت كالتي كنت تبتاكلي رغيفين او طبق رز كبير الالياف اللي احنا خدناها من شوية قللت كالتي نص طبق او كالتي رغيف واحد فدي اول خطوة عملناها بالبيستا الخطوة الثانية المكونات اللي قلنا عليها الكروميوم هيبتدي يقلل انتي كالتي رغيف بدل اتنين هو كمان قلل امتصاص النشويات اللي موجودة في الرغيف ده اللي انت كلتيه فانا كمان قللت الامتصاص عملت تحفيز للإنسولين اللي هو إيكوال لإيه بقى يا ماي اللي هو مقاومة الإنسولين اللي عند الناس انا اللي وقت حفزت كمان إفراز الإنسولين فبعالج مشكلة مقاومة الإنسولين فالشخص اللي عنده حتى جسمه معقول بس عنده مشكلة البطن السفلية عند الناس كتير ستات ورجالة ابتديت برضو اعالج المشكلة دي انها يحسوا ان منطقة الخصر والبط ابتدت تمان تخص ده كلها حاجات ممتازة الحاجات التانية فعاية المنسيلي لسه بقولك عليها ماي بيشتغل على ايه بقى ان هو يخلخل او يخرج الدهون من الخلايا فيبتدي جسمك يستخدمها كمصدر للوقود بدل ما انا هستخدم النشويات اكل عيش ورز عشان يدوني طاقة وسكر وبقول انا مهبطة في اي ضاعت عشان ما فهمش الحاجات دي بكمية كافية لا انا بدلت مصدر الطاقة اللي جسمك عايز يحرق عشان يشتغل ويبقى عنده نشاط وانرجي عشان كده الحمد لله موظم عينيني بيقولولي يا دكتور انا اول مرة ابقى عاملة دايت خلينا نقول مش دايت بالصورة القوية بس ماشي بالزبط كده باكل صحي وماشي على منتج خليني مش جعل وحسن انا عندي انرجي وطاقة ده نتيجة ايه ان انا حولت مصدر الطاقة في جسمك ان انا باخد الدهون اللي متخزنة في الخلية قمصدر وقود طب دا ليه علاقة بايه يا مي بقى في مقاومة الانسولين اللي بنكلم عليها مقاومة الانسولين نتجة عن السمنة يعني ايه يعني انا طريقة ااخد دهون اخزنها في الخلية بصورة كبيرة الخلية ما بقتش قادرة تشتغل بالصورة الكافية ان هي تاخد الانسولين اللي بيفرز من جسمك عشان تشتغل وتحرق السكر لان هي بقى عندها مخزون جوة من الدهون العالي بالزبط جرمالينا فمش عارفة تشتغل مش عارفة تعمل اي حاجة ولا تاخد التأسير الانسوليني طبيعي تشتغل بيه فانا اخدتها من الخلية فابتدى جسمك تاني يشتغل كانسولين مقاومة انسولين بصورة مصلة جدا طب دي كلها فوائد هيلة جدا وبما ان احنا اتكلمنا عن فوائد او مقاومة الانسولين خلينا نتكلم عن مرضى السكر ونعرف برضو هل بيستع مناسب لمرضى السكر ولا ايه جدا 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 شوشي انا عمالك كلم من اول الحلقة عن مقاومة الانسولين اللي هي يعني بتؤدي للمرحلة البعضيها للاصابة بالسكر النوع التاني فتخيالي بقى يا مي لو اتكلمنا بالعكس انت حد عندك سمنة السمنة سكري نوع تاني السمنة قدت عندك للاصابة بمرض السكر طب لو انا بتديت يا مي اخد الالياف الطبعية المرخصة من وزارة الصحة اللي باخدها قبل اي وقب عادي جدا في كباية مية تعملي بلونة ملئة ما فيهاش اي اضرار من اي نوع انا خدتها اكلي قال الياف اللي في جسمي انا اي مريض سكر بيجيلي بعيدا عن الخصية وبعيدا عن بيستال انا بتكلم عنه النهاردة اول نصيحة بنقولها المريض السكر علي جدا من الالياف اللي بتخلها في يومك الالياف دي يا مي بتخلي احنا السكر طالع ينازل كيرف زي اي كيرف في الدنيا ليه العالي وليه الواطي سكر بيعلى قوي في دمي او ينزل فحس بالهبوط والتعب فاضطر ااكل ليه بنقول لمريض السكر خد الياف بنحافظ على الكيرف في مرحلة البلاتو يعني سبات انا عليت سكري بعد كده ماشي سبتة 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 ما بحسش السبات ده يعني مش بحس بهبطان وجوه فاضطر ااكل ودخل سكريات جسمي فانا الالياف اللي بنصح بيها اي مريض سكر يخدها من الشوفان والعيش البلدي والقشور حضرتك بتخدها في منتج طبيعي مرخص من وزارة الصحة في صورة بلا سعرات حرارية فانت زبطت سكريا وخسيت طيب بالنسبة اللي كلمنا عن مرضى السكر لانهما النسبة كبيرة جدا من مشاهدين للأسف دلوقتي بي عندهم مرضى السكر من النوع التاني لكن برضو نسبة كمان اكبر يمكن مرضى الضغط مشاكل في القلب او في الشرايين هل بيستعيكون برضو مناسب لهم ولا تي ناس ماينفعش او باستشار الطبيب او كلام ده انا عايز اقول طبعا تحت اي حاجة وده ما بدقي يعني احنا يعني انت لو بتشتغلي حتى كرئيس التغذية علاجية في اي مستشفى اي قرار بيبقى تيم ويرك يا معي فانا دايما بقول احنا تيم متكامل يعني انت كطبيب التغذية معاكي طبيب البطنة طبيب الجراحة اي حد عنده مرض مزمن لازم اي قرار بيتخذ فيه بيبقى باستشار الطبيب يعني عند الوقت مريض سكر مريض قلب مريض ضغط باخد دواء متابع مع دكتور بطنة مع دكتور قلب اي قرار بيكون بالاتفاق مع دكتور التغذية ومع الاستشاري الحالة الاساسي فانا لو عندي اي مرض مزمن طبعا لازم برجع للطبيب بتاعي خلينا متفقين دي قاعدة عامة لازم نحترمها كذا كذا حتى لو اخد مسكن حتى بالضبط فده شيء ضروري ولازم فده احنا مش هنتكلم فيها ابدا نرجع بقى للحتة انا كشخص بشتغل كستشاري تغذية مع كل المستشاري يعني التخصصات التانية تقريبا طول الوقت احنا الحمد لله بنسبة 100% تقريبا مفيش مريض قلنا له يستخدم بيستا مع اي مرض مزمن غير وكانت النتيجة رائعة جدا جدا وارجع تاني يقولك يا مي ده نتيجة ايه ان الامراض المزمنة مرتبطة ارتباط وصيق في السمنة اللي بتحصل اه بالنسبة للفيتامينات ما شاء الله احنا قلنا مجموعة فيتامينات كده كده وهي مخيدة للجسم بس عارفين ان انتو عاملين كورس برضو مزبوط بالاضافة لبيستا معاي حاجة تانية كلمين عنها برضو المالتي فيت ده مالتي فيتامي فيه كل العناصر يا مي اللي جسمنا محتاجها احنا يوميا محتاجين قرص واحد ناخده يمد جسمنا بكل حاجة طب ليه مي هناخد المالتي فيت ده عشان نقص الفيتاميز بيؤدي بدوره بصورة مباشرة جدا لنقص معدل الحر اللي انت كنت لست بتسأليني عليه في اول الحلقة حلوة قوي ايه بقى مكوناتك كده سريعا معنا سريعا جدا انت عندك الكالسيوم والزينك والماجنيزيوم كل انواع كل حاجة تتخيليها من الالامنس والفيتاميز اللي جسمك محتاجها سواء للجمال الخارجي الشعر والبشرة حاجات بتتضرر بالضايت وفجدان الوزن او الحاجات اللي بدورها بتساعد ان معدل حرق كزي فيتامين دي والكالسيوم والماجنيزيوم والكوتاسيوم والزينك ان حرقك يكون في الصورة المصلة فانا باخد حاجة تساعد كمان في الخسائل حلوة قوي بيساعد على الخساسان وفي نفس الوقت لو خسينا قوي بالضبط ده بيحافظ على الفيتامينات اللي احنا محتاجينها لشعارينا لبشرتنا اللي بتتضرر بفجدان الوزن مع اي ضايت تقليدي احنا متعودين عليه طوح فا احنا عارفين انه في فيتامينز بيقولك مثلا ده فيتامين الجمال ده فيتامين متعلق بيزود الحرق وبيخصص اكتر فيتامين والناس بتاخده وكده وكل فيتامين بناخده لوحده بحد ما بنبص نلاقي الكومودين وعندنا رصد فيتامينات كده كتير قوي وننسى وما بنوذبش وكل الكلام ده كلميني عن اكتر فيتامين موجود في ألت مالتي فيت بيخصص اكتر او بيساعد على الحال خلينا انتفق مع بعض يا مي كده واحنا مهمدين ان نقص فيتامين دي وده شائع تقريبا 99% من المصريين وهم مش عارفين وهقولكوا تعرفوا زي المنطلب الصادة وتتأكدوا شكو العامة يا مي انا عندي حالة من التعب من الفتيج دايما انا مرهق مش قادر انا بحس بارهق تكسير في عظمي بقيت اعمل الدايت اللي كنت بعمله وبخس بمنتهى السهولة تقريبا بطلت اخس تعرفي اوتوماتيك على طول ان احنا عندنا نقص فيتامين دي فيتامين دي من اكتر حاجات احنا عندنا قلب مالتي فيت متوافر فيه كل شيء لكن اللي انا بقول عليه مفتاح سحري هو فيتامين دي اللي هيساعدك بصورة مباشرة جدا جدا ان احنا نفقد وزن بسهولة حلوة قوي الكلام ده يعني احنا عملنا كماشة على جسمنا من كل ناحية هتخس يعني هتخس بالزبط كده وبصحة وبنشاط وبكل حاجة وبأهم حاجة بمونتج مرخص امن دي أهم حاجة دي أهم حاجة عندي كده كده مرسي يا دكتور مرسي يا مايزوك مرسي يا مايزوك ازاي نعلي من معدل الحر وكمان ازاي نخس بشكل صحي مع دفتي اللي دايما من ورانا دكتور يهم الحياوي استشاري تغذية العلاجية حابوا فكركم بصوحة الشركة على الفيسبوك اسمها بايو بيستا لو حابين تعرفوا اكتر عنها وعن منتجتها خليكم دايما معنا في صحتك بالدنيا على سي بي سي تساقط الشعر جفاف البشرة تقصف الأظافر كلها نتائج غير مرغوب فيها واحد من أهم الأسباب اللي بتؤدي لنتائج دي هو عدم حصول أجسامنا على القدر الكافي من الفيتامين خصوصا البايتين البايتين هو الفيتامينز الأشهر والأهم لدعم صحت وجمال البشرة والشعر بما إن خلايا أجسامنا بتحتاج الغذى الكافي عشان ترمو بشكل صحي فالبايتين بيتمركز دوره حول مساهمته الكبيرة لتضفق الدم لفروة الرأس وكمان أنتجة البشرة لحصول كل منهم على الغذى الكافي للنمو والنظارة أما تقصف الأظافر وظهور اللون الأبيض عليها فده بيكون نتيجة لنقص معدن الكبر والزين كمان نقص فيتامين بي 12 بيؤدي إلى تغير لون الأظافر إلى اللون الأزرق عشان كده إحنا كتجاتر الجلدية بننصح باستخدام قرص واحد يوميا من المكمل المكمل الأشهر والأهم اللي بيحتوي على 13 عنصر قدئين مهمين جدا لجسمنا وخصوصا البايتين والزين وبكده هنغطي احتياجاتنا اليومية منهم كداعم قوي لصحة وجمال البشرة والشعر دكتورة هبا سيد الحريري أخصائي الجلدية والتجميل والليزين اهلا بكل مشاهدي قناة سي بي سي في كل مكان وي برنامجكم صحتك بالدنيا مع بداية الصيف يا جماعة والأجازات والخروجات والعزومات بقى اللي بتبقى على البحر والتجمعات اللي بتبقى في النادي كل أم بتبقى خايفة من الوجبات السريعة من الصندوشات اللي ولادهم بيجيبوها من برا من البيتزا والباستا والحاجات اللي هي ايه جاهزة كده والموفنز والحاجات اللي هي ايه الأطفال بيعودوا يشبعوا نفسهم بيها والكانديز كلنا كأمهات بنبقى بنعاني من الموضع ده بس خليني بقى النهاردة فحلقة النهاردة عمل للكوا حاجة جزيزة قوي للأمهات والصيف طيب احنا قلنا السمك واطفالنا واغلب اطفالنا مش بيبقوا عايزين ياكلوا سمك فاحنا هنعمل ايه احنا هنرجعهم هنشجعهم ان هما ياكلوا السمك في صندوشات من نسبة للسمك الفليل عادي لو ولادكم مش بياكلوه عملوهولهم زي تشيكن ستريبس كده ملوهولهم ببيد وبقصمات وفي الارفراير او في القلاية عادي خالص مش مشكلة عشان نستفيد من السمك المهم ان هما ياكلوه واعملوهولهم في اي فكرة سندوش من الافكار اللي احنا هنعملها النهاردة احنا النهاردة بقى هنعمل كام فكرة سندوش كده بالجنبري وبالسالمون المدخن وهنعمل كمان بصدور الرومي المدخنة وحاولوا تجيبوا الرومي الفصوص الصدور السليمة عشان تبقوا متأكدين ان هو مش مصنع قوي وما فيهوش دهون وحاجة كده اقرب للطبيعية هندخل حبة فكهة كده نعمل اول صندوش هنعمله انا هعمل الجنبري كده بسرعة على النار اسخن النار الجنبري من الحاجات الازيذة قوي لو بتدخل في الصندوش لو حطيته معي جبنة كريمي لو حطيته معي ماينيز لو حطيته معي خاص وجرجير وحاجات كده تتزيله وبيليق قوي 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 مع البورتقون عموما يعني وده متوفر في الصيف ومع سنة لمون وافوكادو هتلاقوا صندوش طعمه لذيذ قوي فيالله نعمله مع بعض هسيب الجنبري ياخد لون كده وفي الوقت ده اصلا هكون عمتلكوا صندوش تاني عشان بس احاول ايه اقنعكو انه الصندوش الزيه سريعة جدا ولذيذة وممكن تعملو الجنبري تشوحوه كده بالطريقة اللاذي وتسيبوه في التلاجة في علبة ازاز ولا حاجة جاهز للصندوش ده الجنبري بتاعنا هنحط عليه ملح وفلفل وهو مش هيحتاجه اكتر من كده ممكن تحطه يعني بصل باودر وتوم باودر لو انتو عايزينه يعني منكه قوي بس احنا مش نحتاجه اكتر من كده لانه اصلا قريدي احنا هنحط فليفرز تانية كدير قوي في الصندوش نفسه بتاعنا هننزل باقي الجنبري في الطاصة هو هياخد وقته كده هيتغير لونه هيتطلع من الطاصة هيبقى جاهز للصندوش طيب يا جماعة اول ما الجنبري يتعامل احنا هنعمل صندوش لزيز قوي بالتونة تمام تونة يعني الموضوع ولا ابسط هناخد تونة وهنحط معيها جبنة كريمي او مايونيز بس انا بالنسبالي جبنة كريمي احسن يعني هتدينا نفس التكتشر وهتكون ايه دهون اقل يعني هنخلطهم مع بعض وهنحط سنة التونة بتحب اللمون هنحط سنة لمون عشان يخلي التكتشر كده كريمي فعلا وبس كده وهنستخدم بقى الخيار بدل العيش هنستخدم خيار عادي خالص نشيل قلب بتاعه وممكن القلب بتاعه نقطعه ونحطه مع التونة عادي خالص يدينا برضو التكتشر كده يخليها نعمة وهنحط التونة في القوالب دي كده بالشكل ده الناس بقى اللي عايزة تقلل عيش هتقدر هتستمتع بالساندوش ده الناس اللي عايزة تشجع ولادها ان هم ياكلوا خضار اكتر برضو هتقدر تستمتع بالساندوش ده هتقدر تقلل عادي خالص عشان احاوش فيه كل صاندوشاتي هتقدر هنا نعمل واحد كمان وفي الصاندوش ده ممكن تحطه فيه حمص برضو حمص مهروس معي بيتروت فاكرين البيتروت حمص اللي احنا عملنا قبل كده برضو يبقى لذيذ جدا عليه عملنا البوتز دي هحط بس عليها حاجة كده تخلي اللون احلى وكده خلصنا اول فكرة فكرة لذيذة قوي وحلوة ومفيدة واتعجب الاطفال جدا 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 خلاص هو الجنبري بيغير لونه وخلاص انتهى هنعمل صندوطش كمان لحد مال جنبري ستوي عادي مش مشكلة هنعمل بقى صندوطش تاني حلوة قوي وهو احلى عاجة في صندوطش ده انه هو يتعمل في عيش بلدي عيش بلدي عمون يا جماعة بيحب ايه حب الجرجير هنجيب كده عيش بلدي اسموه اربعة اربعة كده بقى شكله الاز وهنعمل فيه هنحط فيه خاص هنحط فيه جرجير ممكن تحطه خاص احطه اللي موجود يعني بس انا بحب طعم الجرجير قوي مع العيش بلدي هنحط هتحطه اي حاجة يعني انا بحب طعم البيستو ممكن تعمله هو بالريحان بتعمله بالريحان وبتحطه عين جمل وبيتطحنه مع بعض حط طعم حاجة بسيطة ملح حاجة بسيطة بتعمل في البيت سهل جدا جدا وطعمه حل وبيليق مع اي صندوش فيه فراخ عموما الصندوش ده برضه مع فراخ ما شوية بيبقى حلو قوي احنا عملناه بصدور الرومي المدخنة اوكي كده هنحط الجرجير بتاعنا وهنحط هنحط هنحط الطماطم مجففة اللي هي عفاكة لمامتي بتعملها في البيت هعرف لكم الوصفة بالزبط واعملها لكم ميزة بقى الصدور بتاعة الرومي انه بيبقى العرق كده يعني هو باين انه هو صدري يعني هو باين انه هو حاجة مش مصنعة مش حاجة يعني مهروسة وبعدين متجمعة لا هو ده حاجة اتعملت مدخنة فهي تعتبر صحية اكتر من ان احنا نجيب حاجة احنا مش فاهمين خالص ايه مكوناتها بقى ايه الحاجات اللي معامولة فيها قدرتوا تعملوه في البيت يلا بينا نعملوه في البيت بس احنا كده الجنبري اصلا تمام وبكده عملنا صندوتش تاني لذيذ وخفيف وممكن تاخدوه شغل وممكن تاخدوه وفي عيش بلدي يا جماعة بقى ايه فكرة انه الشغل لازم ااخد حاجة في توست ولازم ااخد حاجة راب اهو شكله حلو جدا والله انا ايام ما كنت موظفة كده يعني كنت بطلع صندوتش العيش البلدي وباكله وكان بقى شكله لذيذ ومبسوطة بصحتي قوي فده تاني صندوتش عملنا هنعمل بقى دلوقتي نسيب بورده الجنبري يبرد نرجع هنعمل صندوتش في راب البرون راب دلوقتي موجود في كل حتة ده براون راب هنحط معي كريم تشيز فين المعلقة الصندوتش ده ممكن يبين يعني ان هو غريب شوية مش عايزاكو بس يعني ادوني فرصتي وبعدين ايه احكمو فالصندوتش ده ممكن يبين غريب شوية بس ايه يعني ايه ادوني فرصة كده وهيعجبكم اي فاكهة من اللي هي شريح يعني عائلة البرير اللي هي ممكن فراولة متقطعة صغير قوي ممكن اممم الآن توت ا質 اقضر توت الي هو اللي بقي موجود في كل حتة التوت الاسود التوت اللونو موف ما كده اي توت بقى اطوت ازرق اي توت موجود عنده. او ممكن رمان نخط حاجة بسيطة قوي مش بنخط منه كتير واصدقوني طعمه bbقا لزيز هنخط نعنع حاجة بسيطة قوي بردو بيدي تواست كده وتعم تحسوا مكسيكان كده وتعم صيفي وتعم لزيز هنحدق الدنيا بس بزيتون أسود وممكن نحط حاجة بسيطة قوي في الصندرش ده ممكن نحط ايه ممكن نحط افوكادو بس الافوكادو بقى يا جماعة زي ما انتم عارفين طبعا دهون صحية زي ما قلنا وعموما هو في الربز بيبقى يعني لزيز كده بيتلف كده ويتهرس كده في بعضه فالموضوع بيبقى لزيز قوي وكالعاية بنحب نزود لأي صندرش احنا بنعمله حاجة خضرة تقرمش كده وتكرونش كده معنا وتفرق في الطعم عملنا هنلفه وبس كده ده شكله وهو صندرش بنجيبه من بره وبيبقى غالي جدا وده شكله ده بيكون شكله وتعمه لزيز حلو بقى للنيدي بعد التمرين للبحر اي حاجة طب كده فاضل اعملكو حاجة بالسلمن وحاجة بالجنباري انا هعملكو الاول ده الجنباري هنعمل الجنباري في عيش بلدي الجنباري بقى من الحاجات اللي هي بتحب قوي طبعا البصل فاحنا هنحط الجنباري مع بصل مع فلفل الوان مع توابل بقى وتقفل التوابل اللي احنا بنحبها حطينا جنباري في الصندوطش ده طبعا مشهور جدا صندوطشات الجنباري المقلي بالتحينة فعيش بلدي ماشي مستحيل يعني انه ممكن في يوم الايام لو حد قالوكم ان الصندوطش ده طعمه او يعني بلاها لا هو صندوطش حلو وكلنا ببقى نفسينا فيه صندوطش الجنباري المقلي بالتحينة بس تجربوه هو نفس الصندوطش الجنباري ده انه يتعامل جنباري كده على الطاصة وتحطه برضو عليه الطحينة او الطحينة جماعة متخافوش منها طالما انتو عاملينها في البيت لانه انتو الهجابين طحينة مصدرها كويس وهي عبارة عن سمسم والسمسم ده مهروس او مطحون بطريقة معينة لكن الطحينة بتاعت بره بنقلق منها شوية لانه بيتزود عليها مع علاقتين تلاتة كده لكل كوباية دقيق او حاجات علشان تخليها تقيلة وتعمل كمية كبيرة فا هو ده اللي احنا مش عايزينه فا احنا دلوقتي عملنا الجنباري بتاعنا حطينا معي حبة جرجير وهنحط معي فلفل الوين وهنحط معي بصل شكله حلو قوي وكرونشي كده عايزين بقى ان انتو تحطوا فيه فيه نسبة تحب ان كل صندوش يبقى فيه حاجة كده مدهونة بس هو الصندوش ده كده صندوش فرش كده ومش محتاج ان احنا ندهن اي حاجة او نعمل اي حاجة واخر صندوش بقى هعملهولكو اللي عملوكو واحد كمان هعملولكو هنعمل ماشي كويس هنعمل واحد كمان هنعمل السالمن السالمن بيسيك قوي بس اقولكو عالي تريك حلوة قوي للناس اللي هي ديقت مسلا السالمن في صندوش وما حبتهوش هتعمله حاجة بسيطة قوي هتحطه على احنا قطعنا السالمن صغار قوي هنحط عليه الليمون الاول تمام حطوا الليمون وقلبوا الليمون وبعد كده هنغضوه من الليمون هو اصلا هيشربوه تمام كده تمام هزود الليمون خلاص وحطوا عليه بس ملح وفلفل اسود والسالمن بيليق قوي يا جماعة مع البصل برضو وانا عارف احساس البصل مع صندوش مش حاجة مستوية غير طبعا مع الجنباري بس اقولكو على حاجة دي تريك ماما علمتها لي انه لو احنا مش عايزين نحس الطعم البصل قوي ان احنا بنقطعه وبنحطه في مية بتلجة او مية ساعة ده بيفرق قوي في طعمه بيخليه شوية ما يديناش الطعم القوي اللي ممكن يكون بدايقنا لو مسلا هناخده معنا الشوغل وكده طيب دلوقتي هنعمل ايه هنحط كريم تشيز او مايونيز لايت بس هو بيليق مع الكريم تشيز قوي حطينا الكريم تشيز اهو هنا وهنحط افوكادو طبعا ده بقى يعني دهون صحية اللي هو بقى لو حد بقى حاس انه ويشو تعبن شوية وقسيت كده وحاسة ان هي عايزة والشاه يبقى ملازلس كده يرد شوية يبقى هنعمل الصاندوش ده هناخد بقى السالمنت بتاعنا من ال كأننا تابلنيه بيفرق قوي على فكرة الموضوع ده يا جماعة في الطعم شعبها ليه حطيه حبة هنا وحبة هنا مع انه هو الموضوع كله يعني واحد بس قلت اعمل لكو ميكس الوان وكده تحسوا ان فيه جنينة كده في الصاندوش اوكي هنحط معاه بقى خاص ممكن تحطوا بقى دونس برضو بيبقى طعم وحلو وممكن تحطوا بقى كسبارة برضو عشان تدخلوا في مود الجواكمولي وكده تمام وبكده خلصنا صاندوش السالمن المشهور اللي موجود في اماكن كتيرة جدا وعادة بيكون غالي هو الموضوع بسيط قوي وسالمن بتشتروه من السوبر ماركت المجمد هتحطوه في الفريزر برضو عندكم يعني انتوا لقيتوا خلاص شكلوا حال في السوبر ماركت هتو حطوه في الفريزر طلعوا الكمية لو قدرتوا تقسموه لو هو لسه بقى مش ماسك نفسه قوي حطوه في التلاجة سيبوه يتفك في التلاجة ما تفكوهش برضو هو انتوا هتعملوه بكرة مثلا او هتعملوه بعد كم سنة طلعوه هيفك في التلاجة على طول اوكي ده شكل الصندوش بتاع السالمن بس كده جماعة وبكده نكون خلصنا صندوشات النهاردة انتوا كمان ابداعوا كده وجربوا وتعملوا صندوشات في البيت انا بس حاولت اقدم اقدر ان انا اديكم افكار ممكن برضو نفس الراب ده يتعمل في خاص عادي خالص نلفه في خاص نفس البوتس دي المراكب دي تتعمل بقى في الخاص التاني البلدي يعني ده في خاص الكابوتشا هنا في خاص البلدي العادي ويبقى الخصايا كده وهي سليمة كده نحط فيها لتونة ونجربنا كلها ادوا بس الحاجات دي فرصة كده وجربوا ان انتوا تاكلوها بجد هتحبوها وهتتعودوا عليها ومش هتجبوها من بره وجربوا الصندوشات اي صندوش جربتوه بره في عيش فينو جربوه في عيش بلدي وشوفوا قد ايه هيبقى لذيذ وقد ايه تعم وحلو ادولو بس فرصة هيبقى لذيذ ومفيد وجديد وموفر ومغزي فبس كده اتمنى تكون حلقة النهاردة افادتكو الامهات يكونوا تبسطوا منها الناس اللي بتتمره الناس رايحة الشغل كده يعني هستنى منكو افكار واقتراحات واسئلة تانية على صفحتنا على فيسبوك صفحة صحتك بالدنيا وبس كده باي باي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة